بكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مع هذا الخبر الذي يتحدث عن قصة الكلب الزهبي شعار تويتر الجديد منذ امس وكانت محركات البحث قد اظهرت كلب زهبي جديد على شعار تويتر ولا احد كان يعلم ما هذا الكلب ولماذا ولكن الكثير من الناس راحوا يتساءلون عن صورة الكلب وبعد ساعات كتب ايلون ماسيك صاحب تويتر الرجل الذي يملك تويتر قال في تغريدة له كما وعد ولا احد استطاع ان يفسر ايضا التغريدة التي كتبها صاحب تويتر كما وعد ماذا يتعني هذه التغريدة وكثرة التخيمنات ونشرة المقالات والمنشتات حول شعار تويتر الجديد من الطائر الزهبي الازرق الى كلب من الطائر الازرق الى كلب الزهبي والجميع راح يتساءل هل هناك علاقة بالشعار الجديد الكلب الزهبي التابع لسلالة تشيبا اينو والعملة الرقمية خاصة وان هذا الكلب موجود على العملة الرقمية ديجو كوين ولا احد يعلم السر لكن السر موجود عند ايلون ماسيك صاحب تويتر الذي قال في تغريدته كما وعد وفسر التغريدة انه منذ عام تقريبا كتب على صفحته يقول هل يحتاج العالم الى منصة التواصل الجديد فرد عليه احد المتابعين قائلا فقط قم بشراء تويتر وغير الكلب الزهبي او غير الطائر الازرق الى كلب وبعد عام تقريبا من هذه التغريدة فعلها ايلون ماسيك وجعل الكلب الزهبي هو شعار تويتر الجديد وتلك كانت قصة الكلب التي حيرت الناس وما زال الجميع لا يعرفون مغزاها ولكن عند ايلون ماسيك الخبر لقين والرد الاكيد حول هذا الكلب واين ذهب الطائر الازرق زوجناحين ولماذا حضر الكلب الزهبي زل ازنين هذه كلها تساؤلات اجبنا عليها في هذا التقرير السريع شكرا لكم والسلام عليكم شكرا لكم اشتركوا في القناة